النهاردة حبايبي قلت بقى اعمل صابون بفكرة جديدة خالص ازاي اللي احنا نعمل صابون ومعطر في نفس الوقت نعطر بي الحمام ويلزق على الحيطة طبعا فكرة من افكاري الصابون ده تحصري والاول مرة بقدمو لكم على طريقتي انا محدش عامله واتمنى اللي هو ينال اعجابكم وفي نفس الوقت اللي هو تعطر بي الحمام على الحيطة وفي نفس الوقت اللي انت تستخدميه في الحمام يعني تنظفي بي كمان الحمام زي ما احنا شايفين كده ايه حبايبي بصراحة الوصفة النهاردة جميلة جدا جدا واتمنى هي تعجبكم بس في الاول فضلا وليس امرا حبايبي لو اول مرة تابعيني حبيبتي ياريت كده تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة وما تنسيش فعالي الجرس على الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هبقدمها في القناة اول باول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبايبي معكم حنان الوراكي كناه متنوع النهاردة حبايبي قلت اللي انا اقدم لكم فكرة صبون بطريقة جديدة زي ما شفنا كده هوت اللي احنا نعمل صبون يعني منظف ومعطر في نفس الوقت اللي احنا نستخدمه نعطر به الحمام او لتنظيف الحمام كل اللي احنا هنحتاجه هنحتاج يعني 100 جرام من الصبون السائل هنا هنستخدم كسين من البرل وهنستخدم معلاتين ونص صغيرين من الجيلاتينا البدرة وهنستخدم معلات صغيرة من بيكربوناتو السوديوم ممكن بقى تعملي طبعا دي فكرة ممكن تعمليها لصب الصبون في الاخر وحوريلك برضو افكار تانية وانا شغالة زي اللي احنا ايه نعملها بس اتمنى بقى لانتي ايه حبيبتي تشاير الفيديو ده وحنشوف ايه مع بعض برضو انا بصراحة انا قلت كده قلت افكر كده يعني افكر فكرة جديدة ادمها معاكم ازاي اللي انا عمل الصبون ويلزق على الحيطة كده في الحمام يعني كل واحد بيجي يدخل يشيب مريحة حلوة فطبعا اعدت افكر في الوصفة ديات اعملها ازاي فطبعا لحد ما قلت بقى ايه قلت انا افزع معاكم عملي ونجربها مع بعض ايه ما نفعتش فهي الحمد لله اللي هي زبطت معي والطريقة يعني جميلة جدا وعشان كده نزلت بقى معاكم الفيديو دهوت معين انا كنت عملت اجربة بس لما اطرقة نجحت وابهرتني فعلا اه فقلت اللي انا اشاركها معاكم واتمنى للوصفة النهاردة تنلقي اعجابكم. اه طبعا انا كل شي عمالة بعمل اه في صابون وتجارب وكده والااا الوصفة اللي هي بتنجح معايا الحمد لله اه بقى نزالها معاكم في القناة وبشاركها معاكم. اه هنا بعد انا ما حطيت بقى كده هوت بحط معلاج زغيرة مليانة من البيكربوناتو السوديوم. وببدأ اللي انا احط كده الجيلاتينة جيلاتينة بودرة. اه بجيبها من عند العطاء. دول كده يعني انا حطيت معلاجتين اهوت. اه حبدا بقى يقول اللي فاضل معي يعني نص معلاجة من الجيلاتينة. يعني معلاجتين صغيرين كده ونص من الجيلاتينة البودرة. ببدأ لانا اقلبهم كده ايه مع بعض زي ما احنا شايفين. وحفظ دي برضو اه بقيت الكمية. اهيت. اه زي ما شوفنا المكونات سهلة وبسيطة. وفي اضافات برضو تانية. حنضيفها معاكم ان شاء الله كده. وانا اه حنشوفها ايه دلوقتي. اياه. اه نحتاج بقى اللون. اه لون ازرق. طبعا تقدر اللي انت تحط اللون. انا كده اتحطيت بقى جبت اه مقلاية كده اتحطيت فيها شوية مية. وحطيت بس في المية دي رشة ملح لامون عشان المقلاية عندي لامونيا. عشان ما تسودش يعني. اه بعمل الحمام بخار كده للصابون. ازي ما احنا شايفين. اه. وعشان اسويه يعني. فببدا بقى ايه اللي انا احط ده كده لون بودرة اه ازرق بجيبه من عند بتاع المنظفات. بيادوبك اللي انا مخاففاه بحبة مية. اه بحط كده سنة سنة كده اه مع التقليب لحد ما اوصل لدرجة اللي انا ايه عايزاها? اه درجة اللون اللي انا عايزاها الصبو. نعم. اه طبعا اللون ده هو تقدر الانت دي فيه اي لون انت حباه. انا حبيت الان اعمله ازرق. اه هو كده محتاج اه معايا لسه سنة لون. هزود سنة كماء. نعم. ومع التقليق بقى. اه طبعا بعد كده اهوت بقى ايه? هنحتاج اي زيت عطري انت حباه. اه يعني عندي زيت برحة اللفاندر. اه يعني هضيف منه. بس بعد ما سوي الصبون بقى كده على حمام البخار كده زي ما احنا شايفين. اه ارفعه بقى كده عتطبخه. وبعد كده اللي احنا عنضيف بقى اخر حاجة اللي هو الزيت العطري زي اهوت. تقدر تحطي اي زيت عطري انت حباه. وعايزة تزودة قللي. يعني انا عنحط حوالي كده هوت يعني اه عشر اتنشر نقطة كده من الزيت. فانا حطتهم كده. فيديني بقى ايه رحة حلوة. اللي عايبقى معطر كمان للحمام. وزي ما شفنا. اه البريل اللي انا استخدمته. اه يعني بيبقى حلو جدا في النظافة كمان. عشان كده اه ممكن اللي انت تستخدميه كمعطر. ممكن تستخدميه اللي انت تنظفي به الحمام. طبعا انا وريت لكم مقطع كده صغير في اول الفيديو. هنا انا جبت بقى ايه اللي هي اللي قلت اه يعني عايزة الصابونيو بفيه شكل كده هوت. فديت اللي هو متوع الكحك والتشكيل الكحك. الطعات كده اللي هي متاع التشكيل الكحك. فانا عندي دولة يعني مش باستخدمهم. فقلت اللي انا استخدمهم النهاردة واعمل فيهم الصبو. نشكل فيهم الصبو. نعم. طبعا انت قدر اللي انت تحطيه يعني يجيبي مش شرط اللي زي ما انا عاملة. آآ ممكن تجيبي اي قالب طويل فرشي فيه كيس وممكن تصبي فيه الصابون دهوت وتقطعيه مكعبات. آآ كده يعني في الاخر. آآ طبعا التشكيل دهوت على حسب ايه ما انت عايزة. يعني زي ما انت عايزة كده اعملي. يا. آآ بابدأ بعد كده قدر انا ايه بصبه كده هوت وطبعا آآ بنفس الطريقة اللي احنا شايفانها ديت. هو مش بيبقى صابون يعني مش بيبقى في الاخر خالص اللي هو بيبقى آآ جامد خالص او حجرة كده في ايديكي. آآ لا هو بيبقى شبه الجلي كده هوت. آآ بس بيمسك على الحيطة آآ وبيتن يعني يعني يتن لازق كده على الحيطة آآ يعني ويدي ريحة يعني يدي كمان نعطر كده للحمام ريحة كويسة آآ بتبقى حلوة. يعني انا اتصبيت انهوت في قلب القطعة ديت. بس الزهر ده ما كنتش قفلها كويس من تحت عشان كده آآ فانا عمالها بصب مشواغ دبالي آآ اللي هي بدينزل منها ايه في الكوباية. فدلوقتي بقى ايه حابة اللي انا نقلها في حاجة تانية. آآ انا ماردتش اللي انا اشيل الجزئية ديت من الفيديو. يعني سبت الفيديو آآ يعني على طبيعته. آآ عشان برضو يعني ايه تشوفوا برضو الحاجة يعني الغلطة اللي هي حصلت معها لنا نسيت تقفل القطعة كويس. فهذا ده صرب في الكوباية. فانتو برضو ايه بتخلوا بالكم من من كده. انا كده نقلتها خالص في قلب ايه حاجة عندك. ايه غطى ايه حاجة عندك آآ آآ نقلي فيها. ده كده غطى كان بتاع آآ اللي هو متاع المناديل اللي هي متاعة الويدان اللي هي المناديل اللي بتعمل بها الويدان. ايه ايه غطى عندك آآ حطي فيه يا. آآ دوقتي بقى بعد ما حطيت كده ده اللي فضل معي في قلب السلطنية. حطيت عليهم شوية مية. ودلوقتي برضو عشان ايه اجيب فرشة اسنان واورركم برضو يعني اللي هو يعني آآ السابون دهوت يعني بينظف معي. يعني لو انا كمان يعني آآ يعني هورركم برضو ايه يعني تجربة اللي هو بيدي رغوة بينظف آآ عشان لما استخدمه في الحمام كمان دلوقتي آآ حنشوف مع بعض يعني اللي هو يعني بيدينا نظافة رهيبة فعلا نعم. انا كده يعني بغسل القطعة كده آآ عشان اورركم بس اللي ايه اللي هو بيدي رغوة بيدي نظافة آآ جميل جدا يعني من غير كمان انا مدعك بفرشة ولا اي حاجة آآ مجرد اللي انا استخدمه بس في الحمام كل مع شدة سفون كده الحمام يعني عينضف وكمان اللي هو عايب آآ ريحته كويسة جدا نعم. آآ حبيت برضو اللي انا اسيب لكم الجزئية ديت آآ عشان برضو ايه تشوفوا الرغوة وتشوفوا النظافة لما بيتخفف كمان بشوات مية بيبقى بيبقى رهيب فعلا نعم. اللي هو بيبقى فيه رغوة كمان يعني ايش. آآ زي ما احنا شايفين حبيبي آآ اتمنى الفيديو يعني آآ طريقة تكون عجبتكم. وآآ يلا بينا بقى ايه كده هوت? انا دلوقتي بقى ايه حاسيب الصابون لحد ما يجمد ايه خالص. آآ وبعد كده آآ ممكن تحطي تحطيهم على الصانية وتدخليهم التلاجة لحد ما يتماسك. بعد بعد ما حيتماسك معي هنرجع وعنشوف بقى ايه مع بعض كده وقت انا ايه آآ رستتم على الصانية ودخلتهم التلاجة. ودلوقتي بعد ايه بعد ما جمد معي آآ دلوقتي عنشوف بقى ايه آآ يعني اللي هو ريكو برضو شكله. على فكرة لما بيطلع التلاجة عشان ما فيش حد يقول لي اه ما هو فيه جيلاتينا ممكن يطلع من التلاجة عيسيح. لا مش عيسيح. آآ عيتن عيتن بنفس الشكل اللي انتو عتشوفوه معي. من غير ما يسيح. ده كده شكله. شايفيه? نعم. بيبقى معاكي بنفس الشكل ده كده. وبيفضل معاكي آآ يعني بيفضل معاكي كده يعني من غير ما يدوب خالص بصراحة يعني عن تجربة فعلة. نعم. انا كده بحطه بقى بطلعه من الاولب بيطلع معايا بكل سهولة. يعني مش بيعزبني مش محتاجة يعني مش محتاجة عزاب ولا لا انا هنحط بقى الاولب في مية او اا او اعمل الاطراف بسكين عشان يطلع ولا حاجة لا بيطلع معايا بكل سهولة. مجرد ان انا بضغط على القطاع من تحت فبينزل معايا. وبطلع برضو اللي هو كان الصابون اللي رأي كنت عبلها في الغطا. اهو. ده كده شكله. اا شايفين شكله جميل ازاي? يا. زي ما قلت لكم القوام بتاعه يعني مش اللي هو يكون متماسك قوام الصابونة النشفة. لا هو قوام الجلي بس اا بس مش بيدوب با. مش بيدوب بسرعة. بيفضل بنفس يعني بيفضل بنفس الشكل ده كده من غير من غير ما يدوب. حتى وهو برا التلاجة اا بيفضل زي ما هو كده. دلوقتي انا دخلت واحدة من اللي انا عملاه معاكم من الصابون وادخلت الحمام ولزقته على الحيطة حتى قلت اللي انا الزقه قدام منكم. اا عشان برضو ايه اا تبقوا شايفينه معايا مجرد اللي انا بحطه على الاشاني فبيلزق ايه معايا وبيفضل بيفضل على الاشاني كده. اا دلوقتي بقى ايه حنبدأ ايه زي ما احنا شايفين شكله جميل جدا. نعم. وكمان اللي هو بيدي ريحة حلوة للحمام. كل ما تزود العطر وانت بتعمليه بيبقى احسن. نعم. انا هنا اتحطيت بقى ايه كده صابونة? انا سبتها على فكرة كده انا سبتها حوالي يعني ساعة كده هوت. ورجعت تاني عشان اا اورركم يعني السابونة تكون ايه اا اعملت كده في قلب المياه. بس مش عالدوق باك. شايفين المنظر? اا بصراحة اا جميل جدا. نعم. اه ده كده شكله حتى حبيت اللي انا ابعد للقاميرا كده عشان اورركم اللي هو ملزوع على الاشاني من بعيد كمان اهوت. ولا الصابونة وقعت ولا ايه خالص. اه زي ما احنا شايفيه نعم. اتمنى حبيبي للفيديو النهارده يكون اعجابكم اا وتكون الوصفة تكون نالت اعجابكم. ومنتظر اعرف رأيكم كده في التعليقات لان رأيكم يهميني جدا جدا. كان معكم حنان الوراقي قناة متنوع. اا اتمنى حبيبي اللي انتم تدعموني كده باللايك عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. الطريقة دي تحصل اول مرة. على طريقتي انا محدش عملها. اا محدش عمل الصابون يلزع الحيطة. يعني هتلاقوا الوصفة ديت عندي انا بس. فاتمنى انتم تشايروا الفيديو ده في كل مكان عشان كل الناس تستفاد بالوصفة ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى الفيديو يكوننا لأعجابكم. وشاركوني كده برأيكم. لان رأيكم يهميني جدا جدا. اشتركوا في القناة